بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله في موضوع بيشغل المجتمع كله والناس كلها بتتكلم عنه ومهتمة به اليومين دول أحب أديكم فكرة عنه عشان حضراتكم كنوا عارفين وملمين به وكمان توعوا المجتمع وتنبهوه لطبيعة الأمر الطفل وقانون الطفل والجرائم التي يرتكبها الطفل هذا الأمر بيشغل كثيرين اليومين دول ومواقع التواصل تقريبا كلها مهتمة بالطفل ومشاكل الطفل وما يتعلق به من جرائم فهنحاول نقدم معلومات سريعة ومختصرة ومهمة تسعفكم عشان لما حد يسألكوا في هذا الأمر يبقى عندكم المعلومة لتستطيع أن أنتم تنهضوا بيها وتجاوبوا الناس فيما يعنوا لهم من أسئلة القانون قسم الطفل لمراحل من ساعة ما يولد لحد سبع سنين ومن سبع سنين لاثناشر سنة ومن اثناشر سنة لخمستاشر ومن خمستاشر لتمنتاشر من سنة لسبع سنين لا جريمة ولا عقوبة ولا أي مسئولية على الطفل نهائية تبدأ المسئولية من سن سبع سنين لاثناشر سنة ودي المسألة اللي بتصير لغط كتير عند الناس أنهم بيجدوا أطفال في هذا السن بيرتكبوا جرائم ويفاجأهم بأن العقوبات بالنسبة لهم محصورة وضيقة وبيتعجبهم لكن هذا هو القانون ونوضح القانون قال إيه فيما يتعلق بالسن الخاص بالطفل قلنا أن من سنة لسبع سنوات لا مسئولية نهائيا على الطفل من سبع سنين لاثناشر سنة إذا ارتكب الطفل جريمة جناية أو جنحة العقوبات الخاصة بيه ما يتحبس لا يحبس الطفل لحد تمام سن اثناشر سنة لكن يوجه له التوبيخ يوجه له اللوم يسلم لولي أمره تلك هي العقوبات الموجودة في القانون لهذا السن يوضع إحدى المستشفيات العلاجية يوضع إحدى المؤسسات العلاجية هذا فيما يتعلق بالطفل لحد سن اثناشر سنة إداع الطفل من سبع سنين لاثناشر سنة في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية بيبقى فترة شهرين ثم يعرض أمره على القاضي وتعرض التقارير المقدمة من المختصين على القاضي وينظر في أمره ودائما القاضي بيراعي مصلحة الطفل ما بتبقاش عقوبة لكن تقويم للطفل ما ينفع للطفل ما هو في صالح الطفل ليس عقوبة ولكن تقويم وينظر لما ينهض به ويجعله شخصا طبيعيا في المجتمع يبقى من سبع لاثناشر سنة لا يخضع لعقوبة السجن لكن يوجه له اللوم التوبيخ يودع إحدى المؤسسات العلاجية أو إحدى المؤسسات الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض وإذا ارتكب جناية يودع الممكن المحكمة تفضل تودعه لحد عشر سنوات لكن ما بيحكمش عليه كده مرة واحدة بعشر سنوات ويودع في الجنح لحد خمس سنوات حد أقصى لكن ما يحكمش عليه بخمس سنوات لا ده الأمر بيعرض عليه بحد أقصى كل شهرين ممكن قبل الشهرين يعرض بعد أسبوع بعد عشر طيام بعد أسبوعين يقدم للقاضي التقارير وينظر في أمره إما أنه يخرجه من إحدى دور الرعاية التي تم إيداعه فيها أو يرى أن مصلحته في أن يستمر لكن لا يزيد استمراره فيما إذا ارتكب جناية في إحدى هذه الدور عن عشر سنوات وفي الجنح لا يزيد إيداعه عن خمس سنوات وزي ما قلنا دائما بتراعى مصلحة الطفل وما يناسبه وليست عقوبة ثم الطفل من إتناشر سنة لخمستاشر سنة إذا ارتكب جريمة بيوضع برضو بيسلم لولي أمره أو يوبخ أو يوضع إحدى المؤسسات العلاجية أو يوضع في إحدى مؤسسات التدريب والتأهيل أو العمل في منفعة عامة إذا ارتكب جناية أو جنحة هذا فيما يتعلق بالطفل من سن إتناشر لخمستاشر سنة ويوضع في إحدى مؤسسات الرعاية على النحو الذي أسلفنا فيما يخص الطفل من سبعة لإتناشر وكذا من إتناشر لخمستاشر طب إذا الطفل ارتكب جريمة من سن خمستاشر لتمنتاشر سنة في الحالة دية إذا كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة بتنزل العقوبة للسجن وإذا كانت العقوبة السجن بتنزل العقوبة بالنسبة للحدث ده للحبس وإذا كانت العقوبة في القانون الحبس فتنزل العقوبة فيودع إحدى المؤسسات المعدة لتقويمه على النحو الذي أسلفنا يبقى احنا كده في مسألة الأطفال وما يتعلق بيهم الناس والمجتمع أحيانا بينزعج جدا لما يجد طفل في هذه السن الذي وضحناه ارتكب جريمة ربما يهتز لها المجتمع ثم يرون أنه أخذ عقوبة مخففة هذا حكم القانون ولا دخل لأحد فيه هذا ما رآه المشرع راعى مصلحة الطفل ويراعي مصلحة الطفل دائما ويراعي تقويمه وليس عقابه يعني كل ما ذكرناه من مؤسسات عقابية أو حتى الحبس من خمستاشر لتمنتاشر أو إيداعه إحدى دور الرعاية أو تكليفه بعمل خدمة عامة أو بأعمال عامة في خدمة المجتمع اشترط كمان في قيام الطفل بهذه الأعمال ألا تضر بحالته النفسية ولا تضر بتكوينه ولا تزعج تركيبته النفسية ما دون سن الخمستاشر لا يحبس احتياطيا لحد خمستاشر سنة لا يحبس الطفل احتياطيا أبدا لكن يودع إحدى المؤسسات إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع لا تملك النيابة مع الطفل الذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاما أن يودع تلك المؤسسة أكثر من أسبوع ثم يعرض أمره على القاضي فإذا رأى استمراره في هذه المؤسسة يقيف فهذا اختصاص القاضي وليس اختصاص النيابة فلا تملك النيابة إيداعه أكثر من خمسة عشر يوما وده بيبين أن فيه أضايا كتير مشهورة الأيام متداولة في جرائم بيرتكبها الأطفال يهتز لها المجتمع وينزعج ثم يجدون ما تم مع الطفل غير مرضي لهم لكن هذا هو التشريع وهذا ما قضى به المشرع وده بيتجلى في آخر قضية بيتكلم عنها المجتمع كله في هذه الأيام حين أوضع الطفل مؤسسة لمدة أسبوع فانزعج المجتمع من هذا كيف للنيابة أن تودعه مؤسسة أسبوع وقد فعل وفعل هذا هو القانون النيابة طبقت صحيح القانون ولا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا والذي يودعه أكثر من ذلك الوقت هذا الأسبوع هو القاضي يبقى الطفل لا يحبس احتياطيا ويودع في مؤسسة لمدة أسبوع أقصى حاجة ممكنة للنيابة ثم ينتقل الأمر للمحكمة فترى ما تراه بشأن الطفل وتراعي فيه مصلحة الطفل لأن احنا مش قدام عقوب احنا قدام تقويم المشرع حين أصدر تشريعات الطفل أراد تقويم الطفل وليس عقابه لأن الطفل في هذه السن لا يعاقب يبقى بعد ذلك أن نوضح مسألة رعاية الطفل والقائمين على رعايته باختصار كل من قصر أو عرض الطفل أو حياته أو صحته للخطر أو الإيزاء القانون جعل عقوبته سواء كانوا الأهل أو القائم برعاية الطفل الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر هذا لمن يقصر في رعاية الطفل كمان في حاجة مهمة جدا مسألة أن لو حد قد طفل سيارة يركبها ويقضها وهو دون سن الثمانتاشر من أعطى الطفل هذه السيارة رتب له القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سلاسة أشهر والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين قلاصة القول في هذا الأمر أن المشرع راعى مصلحة الطفل وهذا يلاحظ من العقابة من التدابير التي تراعى مع الطفل تلك التدابير المقصود بها تقويم الطفل وإعادته مؤهلا إلى المجتمع ولكن إذا جاوز الخمستاشر فلاهو على التفصيل الذي أوضحنا عقوبة الحبس أو التسليم لولي عمره أو يداعه إحدى دور الرعاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة